عايزين نعرف احنا ازاي نقدر يعني حضراتكم بتتعاونوا مثلا مع وسائل اعلامية في كامبين معينة عايزين تعملوها ايه اللي ممكن يعني تنتنفزوه عشان تنشطوا بس الجزئية دي ان احنا عندنا اماكن في مصر يعني قطع من الجنة وما حدش يعرف انا حاجة طيب انا حابة بقولك ان احنا العام الثالث على التوالي عاملين مبادرة اسمها مصر في قلوبنا المبادرة دي مش بتشتغل على المقصد البعيدة بس بتشتغل على رحلات اليوم الواحد ورحلات نهاية الاسبوع فيها فوق الميد برنامج بنتكلم فيها على رحلات داخل القاهرة الكبرى رحلات الى بورسعيد اسماعيلية اسكندرية قناة السويس العين السخنة بنتكلم على الفيوم ومكان فيها يومين بليلة او اكتر او أقل بنتكلم عن وادي الحتام بنتكلم عن وادي الريان فلأ احنا عاملين مجموعة برامج بقولي حركة تتعدى الميد برنامج لكل الفئات العمرية تتناسب مع كل الفئات ومش مخصصين بس لقصر عصفان كنا شغالين طابة ومعانا طابة شغالة معانا إن شاء الله برضو في المواضرة موجودين فيها معانا نوابع فيها مجموعة كبيرة جدا من القرى معانا دهب موجودة معانا معانا شرم الشيخ لا إحنا يعني مجموعة البرامج يعني أصدنا إنها تكون متنوع وفي نفس الوقت إحنا مدعمينها دعم مادة كويس بحس بقى في التناول الناس كلها يعني الأسعار كويس ده أنا مش عايز أقولك إن فيه عندنا رحلة بتفتني من 40 جنيه 40 جنيه بتروح فين إذا 40 جنيه دي 40 جنيه بيروح للقرية الفرعونية وبالانتقال وفيها واك بتغطى طيب لو حد عايز بقى يروح أماكن بات تانية يعني يخرج برق قاهرة لو عايزين نروح مثلا عندنا عين السخنة العين السخنة دي فرينج كم تقريبا العين السخنة عطاقة بتفتني من 110 من 110 بتفتني من 110 بتفتني من 110 تمام لأن دي كانت برضو نقطة الناس كتير بتسأل فيها كانوا بيقولوا الأسعار غالية جدا طب الأماكن اللي بيعودوا فيها فندم طب حول لحضرك اللقصر وأسوان إحنا عملناها بـ 370 جنيه الرحلة أيوة بالقطر اللي هو ابن العليل القطر اللي فيه آي بي اللي هو بيفتر حالة 8 ساعات ليه بـ 340 جنيه بدعم كامل من وزارة السياحة 340 جنيه 340 جنيه بيركب القطر 4 تيام 3 ليالي فندو أربع نجوم في اللقصر أو أسوان نص إقامة نص إقامة لو أنت عرفت إن تسكيلة القطر تقريبا في حدود 260 جنيه يعني الرحلة كلها تقريبا من كلفها 220 جنيه لو طلعنا شوية وعدنا الـ 500 جنيه يعني نتكلم في حالي 500 أو 600 جنيه بيبتر يركبنا الكروز من اللقصر لأسوان أو من أسوان للقصر برضو يعني رقم ده بقى فول بورد ومعها المزارات